بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الله دبلوم الجودة الشملة تحياتي لكم النهاردة هنبدأ المحاضرة التالتة في مقرر مهارات التواصل والقضايا القانونية والأخلاقية وكنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن شبكات الاتصال وخطوات عملية الاتصال النهاردة هنكمل المحاضرة عن عملية الاتصال ونتكلم عن معوقات الاتصال في مجموعة من المعوقات معوقات تنظيمية زي تعدد المستوى الإداري كل ما زادت المستويات الإدارية في عملية الاتصال بيكون الاتصال بياخد وقت طويل وممكن يحترس فيه تحريف المناخ التنظيم المعوق ممكن تكون القيادة نفسها أو ظروف المحيطة أو شبكات الاتصال غير تامة أو غير سليمة فبتعوق عملية الاتصال اختلاف المركز الوظيفية عندي برضو كمان معوقات فردية فردية دلالات الألفاز ممكن تتكلم لفظه دي معنى مختلف عن لفظه تاني يعني مثلا كلمة التنظيم ممكن تتفاهم ان هي منظمة أو تتفاهم على ان هي وظيفة وظيفة الإدارة اللي هي التنظيم العواطف ايضا تتدخل كمعوقات وارد تأثر على عملية الاتصال نقص مهارات الاتصال أيضا تأثر في معوقات نقص مهارات نفسية واكتماعية برضو بتأثر على عملية الاتصال وتفاعلته عدم تغفر الثقة بين أعضاء التنظيم بأثر على عملية الاتصال فيه فبوة بين الجامعات الاسمية وغيره الاسمية فيه اتجاهات سلبية لدى العاملين عن الإدارة وخلافه فبتأثر على عملية الاتصال عدم الرغبة في التعامل مع الآخرين والتعالي والتكبر برضو بأثر على عملية الاتصال فيه معوقات تكنولوجية أن الوسيلة المستخدمة مشوشة سواء كان تليفون أو محاضرة أو فيديو أو خلافه عدم كفاءة أداءها عدم القدرة على استخدامها عدم استخدام الأجهزة المتطورة في نقل رسائل وسائل تحسين الاتصال لو أريد أن نحسن عملية الاتصال ننتمي بالإمكانيات المادية والبشرية نحسن وسائل الاتصال المختلفة نحسن ثقافة الأفراد وتدريبهم وتزود من مهاراتهم في عملية الاتصال نوفر مناخ تنظيمي مناسب من قادة ودعم وتمكين وخلافه ساعدا عملية الاتصالات في كل مجال المتابعة والتي هي المعلومات المرتدة عشان أتأكد أن الرسالة وصلت بمعناها المطلوب وتم استقبالها أم لا الاهتمام بالرسالة وكل خطوات عملية الاتصال الاهتمام به دور الاتصال في وظائف الإدار يوفر معلومات الإدار بكل المستويات هذه المعلومات تساعد في عملية التخطيب ساعد في عملية اتخاذ القرار ساعد في التنفيذ التعليمات في تقديم الإرشادات في التوصيات من خلال الاتصال نعرف مدى التقدم في الإنتاج شكوي من خلال تقارير عن الأداء ومن خلالها من استطيع التصحيح للحرفات والتعديل معايير الأداء بتعمل تنصيق وتكامل بين الأقسام وبعضها البعض ساعد في حل المشاكل والتطوير والانتقال المستمر ساعد في اتخاذ القرارات المنازبات دور الاتصال في وظائف الإدارة بهرات التواصل مع العمل بهرات التواصل مع العمل في اتصال وفن التعامل مع العمل في أهداف الاتصال الجيد في أسس بتساعد على العمل يكونوا انطباع جيد في صفات يجب أن نتحلى بها الموظف في عمله فيه اسلوب جيد للتعامل مع العملة طبعاً بفيه نصايح بنقدمها لكل العاملين في عملية الاتصال أنا أحب الأخي كما تحب لنفسك تهتم اهتمام الحركين والآخرين الاتسام من طريق السهل للسعادة تجنب خلق شعور النقص في الآخرين قلل من النقد بتاعك أكون عندك لباقة وفن محادسة مشاركة الناس في مشاعرهم استعمال الكلمات الطيبة الصبر الإيمان بأن الناس مختلفون وبالتالي تعاملهم أو تتصل بهم حسب طريقة اختلفهم فكر في العطاء أكثر من الأغز هم أنماط العملة عندي وكذا نحن نوقف عندي هم أنماط العملة ونلقاكم في محاضرة قادمة إن شاء الله وإلى اللقاء في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر